موسيقى واجب المطحن ايه واجب المخبز ايه ولا يوجد معنى لبضاعة الامانة فاذا المطحن كان بيستالج عشرة طن امح في اليوم هيدفع تمنهم قبل ان يطحنهم ثم لما استلم منه الدقيق هدفع تمنه قبل ما ايه اخبزه ثم المخبز لما ياخد الدقيق ويخبزه ياخد اجره في نفس اليوم اللي عمله وبالتالي بقى قواعد الحساب واضحة قواعد العمل واضحة المواطن له حق يجب ان يحصل عليه وهو رغيف خبز له مواصفات حقيقية مش مرة يبقى قد كده ومرة يبقى قد كده يبقى له مواصفات حقيقية اذا اخزم في الاعتبار ذلك تم وضع عقدين مهمين عقد ما بين الوزارة وهيئة السلع والمطحن لضمان دور كل واحد وضمان ان المطحن ينتج دقيق المواصفات ويدفع ثمن الامح 4000 جنيه عقد سلاسي ما بين الوزارة والمطحن والمخبز لضمان انه هو ياخد دقيق سليم المخبز هنا عشان يشتغل معنا هيدفع تأمين 30 تأمين ده لجدية العام ثم بعد ذلك لما بيخبز والمواطن ياخد منه الرغيف الرغيف ده تكلفته بتتحرك على اتجاهين اجر المخبز بيروح للمخبز يبخد اجره ثم 8 دقيق اللي تصرف راح فين للمطحن فاخر اليوم لما صعب المخبز يكون بعد العيش يقدر ياخد بالكمية دي يروح ياخد دي اللي تمنع وسلمين المطحن فاذا حلقة انتاج الخبز مجرد ان المخبز حاطت تأمين لده سيئد السلع لتلات ايام ثم بيشتغل بالاجر مباشرة المطحن حاطت تأمين تلات ايام امح ولكن بيأخذ ثمن الدقيق اللي اتخذ منه فوري وعندما يستعيد الامح يدفع ايه ثمنه الامور واضحة وبالتالي دور الوزارة هنا التأكد من سلامة الاقماح الاختبار الدوري للدقيق الاختبار الدوري لجودة الخبز اذا هيتم توجيه مجموعة العمل اللي في الوزارة ما بقاش بقى مفتش رايح يعمل ضبطية وراح يعمل مخالفة وراح مخالفة ايه الراجل دفع فلوسه انما مخالفة تطلع ايه لو هو دفع فلوس وباوز لغيف العيش هو خد ثمن الاجر ولكن ما يستهلش ثمن الاجر وبعد الدقيق للمطحن ولكن هو ما يستهلش الدقيق فلازم يوقع عليه مخالفة والمطحن كذلك اذا كان الدقيق سبب في ذلك يوقع على المخالفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا